تصريح سعودي جديد يعلن هرولة الرياض نحو التطبيع مع تل أبيب حيث صرح بذلك سفر المملكة في بريطانيا الأمير خالد بن فندر مؤكدا اهتمام السعودية بالتطبيع مع إسرائيل التطبيع يستمر رغم القتل والدمار الذي تشهده غزة وهو سلوك تجاوز الرياض ليعكس موقف الأنظمة العربية تجاه الصراع كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد صرح في سبتمبر الماضي خلال مقابلة له مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن بلاده تقترب أكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل معربا عن آماله بتسهيل الحياة على الفلسطينيين ودمج تل أبيب في الشرق الأوسط كثيرة هي الأنظمة العربية التي لم تتأثر بمعركة غزة المصيرية بل إن هناك من يرى أن هذه الأنظمة المتورطة مع الدول الكبرى باتت اليوم تبحث عن مكاسب من وراء هذه الأزمة منساقة خلف أوهام سلام قد يجلبه التعاون مع إسرائيل غزة بعد الحرب عبارة يطلقها كثيرون منذ اليوم الأول للحرب ذاتها انسياقا مع خطاب الاحتلال الإسرائيلي وهي بمثابة علان مبكر للهزيمة والاستفاف مع دعوات التهجير إلى شتات جديد لكن هذه الأنظمة لم تذهب إلى دعم مقاضات إسرائيل أمام محكمة العدل بناء على الدعوة التي قدمتها جنوب إفريقيا أمام هذا الاستلاب العربي المهين الذي تجسده الأنظمة العربية خدمة للكيان الصيوني هل بيد غزة من خيارات غير المقاومة والصمود؟